اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين مش عارف نبتدي منين يعني المواضيع الحقيقة كتيرة جدا ولكن ابتدي يعني من الوضع اللي ماشي في البلد دلوقتي وضع الاهل والزمالك مأثر بشكل كبير عمل عملية احتقان المشهد معقد جدا جدا شايفه حضراك ازاي باي بصها سيف الموضوع ده انا انتعرف محمود طهار صديقي ومرتضى محمد تاعي وصديقي الصديقي برضو اللي بحصت بينهم هم مش بحصت بين فرضين ده بحصت بين جماهير وجماهير بحصت بشباب وشباب واخد بالك انفعلات وتأثيرات على الناس اللي في الشارع انا الحقيقة جيت في يوم وقلت اللي كان محمود في نادي هليوبلس مرة كنت بكلمك يومية وبعدين قلت له محمود عايزين الموضوع ده يتقفل كده لان كده بقى منظر مش حلو يعني قال لي انا ما بتكلمش واعمل اللي انت عايزه انا ما بتكلمش فاتكلمت مرتضى وقال لي بتلوها مرتضى خليك لو لو ممكن نسكت شوية نسكت الفترة اللي جاية دي بس وكل واحد بعد كده الامور تتلم يعني اعلام بتاعنا ايه ده الاعلام بتاعك ويهدى حاجة كده قال لي اوكي واتفعنا على كده وطلعت في برنامج وقلنا الكلام ده وكانت حاجة جميلة جدا والناس كلها كانت مبسوطة بس العمالية ما اخدتش يوم بحاله يعني والامور رجعت تاني اللي انا شايفه اللي انا شايفه ان انا دول صحابي وحاولت كتير مقدرتش واللجأة للمهانس خالد عبدالعزيز وهو المفروض ان الموضوع في ايده دلوقتي يعني يملك ان هو يفتح المفاتيح اللي هو عهزها بالنسبة للناس دي القصة بقى اللي جاية ان انا عملت بيان نداء للرئيس الجمهورية للرئيس الجمهورية ليه ليه قلت رئيس الجمهورية لان رئيس الجمهورية كل خطباته بتكلم على الشباب على الشباب على الشباب والشباب ده مين وانس خالد عبدالعزيز ووزير الشباب والرياضة الحقيقة يمكن اللي انا شفته في النداء بتاعي الناس فهمت غلط انا قلت استيات الرئيس يجمع الاتنين وخلاص ما هو عمل كده قبل كده مع مرتضى ومع شبير فالناس قالت لأ ابو الزعي والرئيس مش فاضي لكلام ده ماشي بس احنا انا ببص من وجهة نظر تانية خالص اسيف ان الجمهوري هنا والجمهوري هنا تمرين نادي الاهلي كل الجمهوري اللي بتتفرج الفاظ خارجي على نادي الزمالك وشرحوا بالنسبة للزمالك فانا الاوان انا الاوان ان احنا المهانز ابراهيم محلي بيتدخل الرئيس يتدخل اي حد يتدخل بس الموضوع ده ما يستحملش اكتر من كده ما يستحملش اكتر من كده افرد انه حصل وفاق وبقى فيه جماهير ولو انه صعب جدا من المرحلة اللي جاي طب هتعمل ايه النهاردة بيقولك انه ماتش بتاع الكونفدرالية ده الاتحاد الافريقي عايز عشرين الف طب هندخلهم منين هيدخل الاهلي وزمالك ما تقدرش ما تقدرش هيتلعب ازاي عشان كده انا قلت اياميها امبارح الاول امبارح قلت المهانز هنبري ده يقول للناس عندنا ظروف خارج عن اراضتنا وبعدين تلقادها من كده اسيف انك بتاخد فرقتك وتروح تلعب برا الفرقتين من اهلي وزمالك يروحوا يلعبوا في الامارات طب انا عايز انك سؤال افرد انهم في الامارات بقى فيه اهلي وزمالك وهو دي جماهير ودي جماهير هيبقى فيه بنسبة كبيرة هيبقى فيه بنسبة كبيرة وهتلاقي ده هيبقى فيه مشكلة بينهم هناك انما المشاكل هنا بتتلم انما مساكل في الغربة هتبقى منظرها وحشك ما امر ببقى فيه مشاكل في الغربة كابتل لان فيه تنفيذ يعني القانون هناك يعني بحزم احنا هنا ساعات برضو نبقى طيبين وهنا الشباب بيبقى عشمان برضو للدولة ممكن يبقى فيه بعض خروج عن النص التعامل يبقى بشكل معين ولكن برا الامور بتبقى مختلفة هتمنى هتمنى اللي انت بتقوله ده يعني هتمانى اللي انت بتقوله ده يحصل انما هنقول ان فيه بيرسنتش ضعيف جدا انه مايبقاش كده ceedلنلعب AMAR ايه اللي في ايد المهانس خالد عبدالعزيز خالد عبدالعزيز لا مافيش حاجة في ايده بالعكس لا رجل показыв Wrap مفاتيح كتير ايه المفاتيح ايه مفاتيح كتير المهانس خالد عبدالعزيز النهاردة اه انا سمعت لنا سمعته انها بريد راح للمهانس خالد العزيز وعشان البرزنتيشن اللي هي اللي هتنظم ببراهناك الكنام ده مصبوط ده حصلا إنما أنا لازم فيه استشارة يعني إيه استشارة يعني المهانس خالد العزيز عنده الخبرة الكاملة واحترامه الكامل كرياضي وشباب إنما لازم نبص للبعد ده النهار ده شوية جماهير خمسين واحد راحوا تونس شفت عملوا إيه عملوا إيه مش كده مشكلة اللي بتاعت مرتضى مع الخمسين واحد اللي سافره مهو كابتن سامير فيه مشكلة دلوقتي النهار ده الدولة أو الوزارة ممثلة في المهانس خالد عزيز ممكن تتدخل في مواضيع كتير بس في يوم من الأيام مرتضى منصور واتحاد الكورة والناس كلها عانت من تدخل الوزارة إن في ثانية بيحل حضرتك يعني بيخش في ثانية يعني بيقولك هتعمل كده هحلك النهار ده الدولة دولة مؤسسات فالوزير بيقول لحضرتك أنا النهار ده هتكلم معاك ولكن ما درش تدخل وقرص عليك ما درش أكبرك لا 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 الحل ما كانش بسبب كده مشكل لا حل بسبب نتايج نتايج مبريات يعني أنا اتحلت تلات مرات عمره ما تستهل حل لا ما تستهلش طبعا المفروض إنه أنا طبعا أنا أقولك حاجة وحضرتك اللي بتلعب عشان تتحل لا ده أنا احنا مرأ أنا وحرب أنا كنت ناعد حرب والماتش بتاع الأهل والزمالك حصل مشكلة وأحسن حسن جاب جول وقاله أوف سايد مش أوف سايد بازل ماتش دكتور عبد منع مع مرة كان وزير الشباب الرئيس بعت العتلينه أنا وهنا بريدة وروحنا قابلناه وقالك الريس بيقول لكه لازم تمشي ما هو ده غلط يا سامير الريس ده بقى دكتور الجنزوري ما هو ده غلط ما أنا هقولك ما هو إيش غلط كان أياميها مش غلط الوقتي لا غلط لو إحنا في الأيام دي زي يعني اللي حصل قبلها كنا هنقول لأ الاتحاد الدولي وهنعمل مشكلة وبتاعة هقولك حصل بعد كده فدي أول مرة المرة التانية في المكسيك اللي حصل برد السعودية ماتش السعودية حصل مشكلة كبيرة في الملعب وبتاع ورجعنا من بره يلا السلامة تجيب مين قلت له حربة ده شور الشخصية محترمة جدا المرة التالتة بتاعة بورس عيد يعني يعني نقصد إحنا أياميها ما كناش بنتناقش على الإطلاق في إنه لأ ومش هنعمل لا مرة عملنا كده مرة عملنا القصة دي في ماتش بورس عيد وبلاتر كلمني ولأ ما تمشيوش وبتاع ما شاف بقى الناس الكتير اللي ماتت فسكت هي قصة مش كده كابتن هي قصة إن طوائق بتتلبس يعني بيه النهاردة وزيري الشباب والرياض عايزي شيء من نفسه يجيب حضر الكابتن سمير هد الدنيا استقيل يجيب رئيس أي اتحاد هالدنيا استقيل يجيب رئيس نادي طب استقيل إنت عشان نهدي الدنيا النهاردة الدولة دولة مؤسسات دارش تدخل أنا أجيب بجامعة ومية أمشي بجامعة ومية أنت مليش تدخل الكلام ده كلام محترم ده بقت طبق في الفترة الأخيرة إنما هو أصلا مش كده أصلا في مصر الله هو اسمهي دي هو اللجنة اللومبية مشه ليه خالد على عايز مشه ليه خالد على عزيز خالد زين دي جامعة ومية مشتوا وليس تدخل حكومي الجامعة ومية اللي هي الناس اللي قاعدة مش الجامعة بتاعت الاتحادات أنا مش بصص لكده أنا بصص بص في نقطة مهمة قبل ما نغير الموضوع ان أنا يهميني جدا ان اسمه مصر يبقى كويس طبعا في أي حتة واخد بقالك إذا كان بقولك مرتضى في خمسين واحد عملوا إيه طب ايه بقى افتكر كلامي النهاردة افرد افرد ان الماتشي تلعب هناك